موسيقى بناءً على أدوات ثانية مثل جائزة طائر الشمس التي تهدف لتطوير وإنتاج أفلام مخصصاً للأطفال ونعتمد كثيراً على قصة التنسيق المباشر مع فضاءات مختلفة في كامل فلسطين ننسق معها عملية عروض أفلام وتناولها بطريقة نقدية نقاش بشكل مباشر مع الأطفال في المساحات مختلفة في كامل فلسطين برضو من درج تحتيها منصة وقتنا بلاتفور موقتنا هي بتتيح أفلام بشكل موسمي كل ثلاثة شهر يكون عندنا سيلكشن أفلام فيتشر وأصيرة من حاول نشتغل على دبلجة ترجمة برضو ترجمة 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 لتابة الإحتياجات الخاصة بحيث أن نصل إلى أكثر جمهور ممكن وانتحار الأطفال الندوة تندرج تحت سؤال تطور معنا أو نسأله من شي سنة أو منبلج من نقطة الكورونا كيف نتعامل مع الأزمة اللي صارت في التواصل البشري المباشر في أطفال كتير يتربو مش عم بيشوفوا التفاصيل اللي عم بتكون جزء هي من الكلام برضو إذا تم مغطر يكونوا العينين المغطيين فالفكرة إحنا هون منحاول نسابق التكنولوجيا نطرح هذه الأسئلة على السينما على صناعي المحتوى علينا على العاملين مع الأطفال ماذا يجب أن نفعل؟ كيف يمكن أن نستخدم السينما وأدواتها لأن نعزز الرؤية لنخذية للأطفال أو لإنها قبلنا نكامل بتكتب هذا الأشي ومدل قدروا سيدة نوها ووزير شكراً إليك على دعم اليوليسكو للبرنامج ودعمكم إلينا إذا فقط تحب تحكي لنا كرمي تفضل من صناق و دعم اليوم بيث تغير لماذا الكبير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة تحديث عن أشياء المعروفة من الملائكين من الملائكين تحديث عن أشياء الملائكين دعونا تحديث عن أشياء الملائكين بالتعامل وعن تتلك أساسي الفارغيات الثلاثة على ناحية الفارقة لأنها حيث تكون مباشرة بالطبع الكثير من کوارجا من تعليف الثلاثة من العين الفارقة إلى 2018 جميعا جماعة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مثلاً ترجمة نانسي قنقر 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 لقد انوجدت التكنولوجيا منذ التحق جسم من خارج جسد الإنسان وأصبح أداة لها وظيفة ما؟ من أول أداة للصيد أو الدفاع عن النفس إلى أول أداة رسم رسم بها الإنسان صورة على جهران كهف لقد بدأت التكنولوجيا منذ ذلك الوقت وبدأت تنهض الأسئلة لتتناول العلاقة بين الإنسان وأدواته بل بالأحرى بين أدواء الإنسان ووسائل ولا زالة ولم تعد الأدوات تشتغل في وظيفتها الأساسية التي وجدت لها بل أصبح وحية تشتغل أيضا تنتج معرفة جديدة من أجل إحداث تغير جديد في التقنية نفسها الأداة لم تعد مجرد وسيط بل هي أيضا منتج في ممارستها لوسيط آخر إن كل تجربة تحاول تجارب أخرى وتجلب صورها ويمكن لها أن تتحول إلى خبرة حين تتحول إلى محرفة التي يمكن لها أن تتحول إلى رؤية جديدة وممارسة جديدة المسألة في ظني تتموضع في طبيعة التجربة المعرفة الممارسة التي يمكن لنا أن نراها في العلاقة التبادلية بين الوسيط التقني لإنتاج معنى الماء ليصبح الوسيط نفسه منتجا للمعنى أيضا إن الصور التي تلتقتها الكاميرا تجعل الكاميرا في فعل الالتقاط منتجة للمعاني بمعنى آخر فإن الأداة تبدأ كوسيط لرسالة وتتحول خلال الفعل إلى رسالة هناك مقولة لكاتب اسمه ماكلوهان كتب كتابا اسمه فهم وسائل الإعلام يقول عبارة وأعتقد غنية جدا الوسيط هو الرسالة الوسيط هو الرسالة فمن خلال التصريح بأن الوسيط هو الرسالة فإن ماكلوهان يعني ببساطة أن وسائل الإعلام والتقنيات تفعل أكثر من مجرد توصيل المعلومات إنها تشكل كيفية معالجة عقولنا للمعلومات وهناك مقولة أخرى مستنبطة منها وتبدو أكثر وضوحة من الفكرة هذه يقولها شخص اسمه نيل بوستمن الوسيط هو الاستعارة الوسيط هو الاستعارة أي أن التقنيات والوسائط هي مجازات للفكر نفسه لأن الأنواع المختلفة من الوسائط يمكن أن تساعد أو تعيد طرق التفكير المختلفة لقد كان للصورة وقعها مثلا قبل عصر الاستنساخ أو ما يسميه فيلتر بنجامين عصر إعادة الإنتاج كانت النسخة الأصلي وصار الأصل يتوالد ويتوالد في زمن التقنية التي سمحت بهذا الاستنساخ أو إعادة الإنتاج وهذا أفضل إلى تحولات هائلة في علاقتنا بالصور كانت الصورة الفوتوغرافية الساكنة تمنحنا زمنا لتأملها وأصبح لدينا الفيلم الذي يقوم على الصورة كوحدة أساسية لبنائه ولكنه بات يتشكل من عشرات آلاف الصور هل يمنحنا الفيلم في تدفق صوره هذه ممكنات التأمل الضرورية للتفكير الإنساني؟ أم بات علينا أن نعيد التفكير في مفهوم التأمل نفسه وإعادة النظر فيما يعنيه؟ أم في مفهومنا للصورة وعلاقتنا بها؟ فمهما حاولنا التنظير لدور الفن وفي حالتنا الصورة في حضور المتعدد في زمن لنا هذا؟ فما الذي يعنيه؟ التأمل اليوم؟ هل أصبح مهارة من المهارات الباضية؟ التأمل يعني التفكير، يعني التدبر، يعني التخير، يعني المراجعة، يعني البحث، يعني النصوف، وذلك يحضر حين نبطئ الزمن أو نوقفه؟ في هذا الزمن الرقمي فإن تدفق السؤال وتغيانها يغير مفهومنا للزمن ويغير من عادة التفكير والتخير والتعبير لدينا وهل تصبح السرعة المرتبطة بذلك حائلاً أمام التفكير؟ أم أنها ستنتج فهماً آخر للتفكير في ظل أنمار تفكيرين جديدة؟ فيما مضى، كان بإمكان فرد ما أن يكون مؤلفاً، مؤدياً، مخرجاً، تقنياً، ناشراً، محاوراً ولكن الإتاحة مختلفة اليوم، والتوفر مختلف، والقدرة مختلفة، والزمن أيضاً مختلف إذن لعله التكيف والتوافر هو الذي اختلف، هذا هو الفرق اليوم وهذا يعيد تشكيل الزمن، زمن الإنتاج، وزمن المشاهدة، زمن التأمد، وزمن ردة الفعل، وكذلك الفعل نفسه ففي هذا العصر الرقمي أصبح ذلك ممكناً لفرد واحد أو عدة أفراد، وفي زمن قياسي، وأحياناً آني لقد أصبح للزمن مفهوماً آخر، ففي حضور التقنية وتنوعها، ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكاننا أن نؤلف نصاً، نصور، نسجل أصواتاً، نجلب نصوصاً وصوراً وأصواتاً، نؤدي، نمثل، ونخرج، وننشر، ونحاول في الوقت نفسه، إذن كيف يمكن لسينما الغرب مثلاً أن تكون في علاقتها بهذه الجزئية؟ هل سيبقى هناك سينمايون محترفون؟ ينتجون أفلاماً؟ أم أن الأفلام التي سينتجونها ستكون أفلاماً كمواد غير مكتملة؟ بالمعنى التقني وبالمعنى المعنوي لحيث يشارك الناس في إعادة تكوينها لأنهم يمتلكون التقنيات التي تسمح لهم بفعل ذلك طبعاً هذا ليس جديداً كفكرة، بل بات تنفيذاً ممكناً بشكل هائل هذه الأيام بسبب التقنية وبالتالي ستغير علاقتنا بالسينما من المشاهدة إلى إعادة الإنتاج أيضاً أعلم طبعاً أن كل منتج هو في الأصل غير مكتمل بذاته ولكن ذلك الفيلم الذي لا يبدو انتهياً سيفتح مساحة لتغييره وتعديله وتبدل شكله وصياغته ومحتوى وسأذهب أبعد من ذلك للقوم بأننا سنكون جميعاً سينمايين مجزا نصنع أفلاماً لدينا فكرة ولدينا التقنية هاتف ذكي يكفي واحد هاتف ذكي واحد كفير بأن يفعل ذلك أما موضوع الجودة والنوعية والمستوى وهل هذا فن أم لا فهذا موضوع شائد ولست أظنه في هذه المداخلة ويمكن في هنا فقط أن أتساءل فيما له علاقة بالحوارية التي يمكن أن تتخلق والقدر على الإنتاج وفي البقد نفسه سيكون لدينا سؤال جديد أي عدالة ستكون لأن التوافر والإتاحة والزمن ليس متوافراً للجميع بالدرجة نفسها أو النوعية ذاتها هل سيجعل ذلك الحوار أكثر عنقاً؟ هل يمكن للفيلم أن يفضل تشاركياً أكثر فأكثر؟ حيث أننا نستطيع أن نعبر ونعبر عن أنفسنا عبر التقنية المتصاعدة في تحولاتها والتي باتت بين أيدي أقل من نصف سكان الكرة الأرضية تقريباً إن إنتاج خطاب بسري يسمح بإنتاج منظورات متعددة ووجهات نظر مختلفة هذا صحيح ولكن هل طغيان التقنية بصورها الراهنة قد يشنط ممكنات الحوار ويدفعنا تقطيع عبر الأولولوغ؟ في كل ما ذكرت يبدو أن الشاشات باتت طاغية وملحقة كثيراً بجسد الإنسان ومن الصعب اليوم على الأقل التنازل عنها وليس واضحاً على المدى المنظور أن يكون هناك تقنية متاحة لا تقيد الجسد وتكبله على مقعد لساعات طويلة وهذا سيترك أثره على الجسد الإنساني وطاقاته وحركته الجلوس مثلاً لساعات طويلة أمام الشاشات له تبعات كثيرة لها علاقة بالتفكير والمخيلة والتفاعلات الاجتماعية والبيئة إلى آخره ومنها وليس على سبيل المدهبة الشراها في تناول الطعام والفاست فود وما بين قلة الحركة والفاست فود فإن السمنة تتزعيد أشارت في مداخلة هذه إلى أربع نقاط أعتقد أنها أساسية أود التأكيد عليها مرة أخرى الأولى تتعلق بدور السينمائيين ما هو دور صناعة السينما وإنتاج الأفلام في الوقت الذي أصبح فيه كل من يمتلك التقنية قادراً على إنتاج خطابه إنتاج فيلم وقدرته على محاولة أي فيلم آخر ليس عبر المشاهدة والحديث فقط بل عبر إعادة إنتاجه الملاحظة الثانية تتعلق بمفهوم التأمل هل يتطلب الوقت النظر إلى علاقة مختلفة مع الزمن؟ كانت تحتاج في القديم إلى فكرة البطل هل نحن بحاجة إلى إعادة تكوين فهمنا للبطل في ضوء السرعة الرقمية التي يقال في كثير من الدراسات أنها مجهدة ولا تحقق ما نظن أنها تحققه من تفكير وتخيل وتعلم ومتعام الثالثة تتعلق بالشراكة عبر الحوار النقدي كيف يمكن للصناعة السينمائية أن تلعب دوراً في تطوير الحوار الاجتماعي ليس من خلال الحوار اللغوي الكلامي وحسب بل عبر الحوار الذي يقوم على توظيف أشكال التعبير الثلاثة الحركي والبصري واللغوي معاً وفي سياق مشترك متكامل عبر قدرتنا جميعاً على إنتاج أفلام ومما بالتذكير فقط هذا يعيدنا إلى كلنا وأن الطفل يبدأ بإنتاج المعاني عبر الحركة فالصورة فاللغة ثم يدمجها معاً وتصبح حاطرة في حياته المستقبلية بكل تجلياتها ولعل الفيلم أفضل مثال على ذلك والنقطة الرابعة والأخيرة تتعلق بكيفية بناء التوازن بين الجسد الإنساني وأدواته بما فيها الكاميرا والشاشة في هذا العاصر الذي نبدو فيه كمن تحرره الوسائط فيخدو أسيراً لها وهل هذا ممكن أصلاً؟ شكراً 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 لوسي من كبك كندا وكانت عيش بين الغابة والباحر ودرست الأدب الذي نمى لديها حب صناعة الأفلام التي تسميها الأفلام الحرة تركز المواضيع التي تتناولها في أفلامها سواء في مشهد في عين العقل بلاند اسكيل اند مانت آي أو قبل بزوغ النهار بفور داي بريك أو ووالد جراسل أبوة المداخلية أو حتى في عملها الأخير العلاقات ما بين النساء والرجال والأطفال في المساحات التي يحتلونها العنوان من المداخل التي ستقوم بها هو بالعربية مستقبل صناعة الصورة للأطفال في عصر الهاي تك التوجه الإبداعي والعادي بالإنجليزية المداخل للأطفال 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 في عصر الهاي تك الشيخ والمقصية الأطفال المساحة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 So, I believe and I wish that the future of children's image making is through poetry. As a filmmaker, there is a contradiction between how I feel about multiplication of images today and my own work which consists of making more images. For me, children are too much in contact with images that are mostly disconnected from their own reality. But above all, their eyes are constantly bombarded by a frantic rhythm of images, a rhythm that has nothing to do with life. The attraction of video games is very strong and its aesthetic invades everything, imposing a standardization of images. Children absorb images. Those images hound their dreams, color their reality. How can we create images in another way to create a stronger sensitivity to our own world which is the opposite of what the film industry in general does? Before finishing my film, I presented it to children of different labels in a school. They were not used to watching films like this with a slow pace, but they were very attentive. The youngest were the most touched, the most curious and interested because they were less contaminated by the flow of standardized images. For example, they had no problem with the mixture of reality and animation, whereas for the older children, it was a problem for some of them. A little girl said to me, I loved your film. I thought it was creative and ordinary. Ordinary? What do you mean? I asked her. The children around us said to the little girl, How ordinary? Ordinary is the opposite of creative. You mean original. Oh, yeah, I mean, replied the little girl, Creative and original. But I consider that creative and ordinary could be a nice complement. Make creative films with ordinary people in their ordinary lives in an ordinary way can be very moving, fascinating and comforting for a young audience, especially if you bring out the wonderful. For my part, as a filmmaker, I turn more and more to an artisanal and independent work. I make my films with the means at hand, with the tools I have available. I work against the standardization of images, of the imaginary. I learn by myself, I work with animation software, but also a lot with drawing, watercolour, pastel. I like the colours of these mediums much more than the colours made in the computer. I like the textures and what is hidden behind these textures and colours, the human gesture, the creative one. I love poetry, poetry of people, landscapes, relationships, poetry is always a new language, a fresh language, with no fixed truth of opinion. Poetry is free, no law, no convention. Everything is possible. It reinvents the world by reinventing words. References can be moved, shaken, refreshed. It could be violent and powerful, not to kill, but to awaken, to show hidden realities that are not part of political discourse. Poetry is the opposite of what we call langue de bois, in French, wooden language, tongue-in-cheek. Paraphrasing John Berger, who wrote, how does the impulse to draw something begin? I asked myself, how does the impulse to make film begin? I quote John Berger, drawing is a form of probing and the first generic impulse to draw derives from the human need to search, to plot points, to place things and to place oneself. End of quote. When I prepare to make a film, thinking ahead is one of the most important steps in the creative process. Time is my friend. I need time to meet people, to know them, to share with them. I take my time because this quality of time will be reflected in the finished film. The documentary way of being challenged by reality, by a vision, a perception of reality, is what inspires me first and foremost. When I first went to La Plaine, where my film has been filmed, I saw these people with the eyes of a child. I discovered them by chance encounters, by wandering through unknown places. It's not a film for children that I thought I was making at the beginning, but reality brought me to this. Starting from reality has always been a huge source of inspiration for me. The story of Amun is also the result of the field research stage, which is very important. There are encounters that are not in the film, but that have guided the narrative thread. I met, for example, elderly people and I was impressed by both their fragility and their great strength, the intensity of their gaze. I then wanted to convey the effect of these encounters through the grandmother. That's what gave me the idea to create this character. During the research, we invent stories by sorting through what is available to us. The documentary approach is rich. The real is an infinite material. One of the characters I filmed during the first research meetings was very cheerful, very funny. When I wanted to film him later with the same joy that emanated from him, he had just learned of the death of a friend. He was sad. So the script transformed and connected with reality. In filming, flexibility is essential. The magic of reality is revealed if you know how to see it. And then the animation. This game of tinkering between filmed images and drawing colors. I wanted to render the true thickness, the richness of the characters and their stories by adding fantasy. Maybe it's a kind of augmented reality. The little spectators are sensitive to the beauty of the characters, sensitive to the nature, sensitive to the words of the film. I think creators have to make films that leave their mark, that stays in the mind, that makes you dream without besieging the spirit. A sweetness. I defend this softness, this fragile voice, this love of the human being and his small gestures. I defend the fact that we are part of nature as it surrounds us. Yesterday I saw the film for Rachel and there is a character who is telling this in the film, I am natural. I have the feeling that the human beings are getting further and further away from natural, which is their own natural. And that scares me. This is a bit what I feel about high technology. It has the effect of distancing the human being from himself. However, I must say that I don't know much about high technology. I am much more fascinated by metaphysical questions and poetry. If one opposes high technology and poetry, I choose poetry. But in itself, of course, there is no opposition between the two. When I started to think about this issue, I was at first very critical about high technology. As I read the advertising of new technology applications such as augmented reality, I wonder what augmented reality? Is the quality of the real experience has really to be augmented? Are we losing our sensitivity, our candor and sense of wonder in front of the reality? Has the human being become so jaded and bored that he has to add an artificial layer to what he sees in order to appreciate his relationship to reality? What? Create the impossible? Create the impossible? Yes, make an elephant appear on the moon. It's funny, but I also can draw an elephant on the moon. Creators can achieve the impossible with their imagination. What? Save time? Yes, but for what save time? Don't we need to take our time to create images? In the history of cinema, technological inventions used to come from the creators themselves, according to their needs. It seems to me that this is no longer the case. We are dependent on a monster industry that makes money by creating needs or by assuming that the public wants more and more spectacular displays. But this is an old story. However, I confess my main criticism of high technology may stand from my ignorance about it. I have never attended a virtual reality or augmented reality event. I don't see the point. But I know that some creators make sensitive, critical, poetic works out of these mediums. I realized after much reflection and some reading that my criticism is towards the industry. In itself, high technology simply provides other ways to write. Whether you use it or not, it is still possible to use it for one's own needs. I can and I will be able to continue to create in an artisanal way. But will these more fragile works be pushed more and more to the margin? It is a fight between what is commercial, likely to make money, and what is marginal, without commercial value. This is also an old story. The main problem is the place that we give to the more fragile works, less spectacular, different from the aesthetic of video games that flood the screens. The offer of social networks and broadcasters, if multiplied by a thousand, only retains the most selling, imposing a unique and recantile vision is the path too often followed by the film industry. How can we give children access to images that are different from what is available to them 24 hours a day on the net? To offer plurality or diversity of images, could the school lead this form? Television broadcasters, not sure about that. Perhaps high technology can be a good ally to distribute more marginal film. Children are hungry for beauty, for what feels good, calms, fails, feels the song. They have a great depth of thought. For them, poetry is a natural state that we must enhance and grow. High technology is very welcome in order to give ways to express poetry in cinema, in animation, as long as it leaves room for a creative and ordinary way. So I believe, and I wish that the future of children's image making is 3.3. Thank you. Thank you. Thank you. في عنا مدخلة أيضاً تانية الآن لدكتورة هريج مواسي هريج باحثة وكاتبة في علوم التعلم التكنولوجيا التربوية والتصمية عمل الدراسات حول تصميم بيئات ودواب التعلم لتعسيس التعلم التشاركي والدفاعلي عبر منصات متعددة في الصف وعبر أيضاً استخدام التكنولوجيا حصلت على الدكتورة الماجستير من أريزونا وهي الباحثة في مركز العلوم الخيالي أتمت مبعد الدكتورة بوست دكتورة في كولورادو وشترك في مجال تصميم منهج لتعلق الجوانب الاجتماعية والسياسية للدكاء الصناعي وتشمل علوم التعلم والتربية والتكنولوجيا والمجتمع والديجيتال ميديا والجوانب الأخلاقية للعلوم والتكنولوجيا مدخلتها العربية ترانس ميديا فرانكشتاين ميتين تصميم تشربة تفاولية للتعرف على أخلاقيات العلوم والابتكار فرانكشتاين 200 يستخدم ترانس ميديا لتصميم التعلم لتعرف على أخلاقات العلوم والتعرف على أخلاقات العلوم والتعرف على أخلاقات العلوم تفضل 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 الحديث عن التصميم بيئات التعلم بشكل اللي يبعد عن التقنية والتركيز بالجوانب الاجتماعية والتفاعلية للتكنولوجيا. فأنا كمان رح أروح هذا المنحنى لحتى أركز على فكرة إنه لما نيجي نصمم تجارب التعلم مع الميديا، التركيز هو مش بالأساس على الأداة التقنية أو الميديوم، إنما بالأساس على أي تفاعلات نحن نخلق في هاي المساحة اللي يصير فيها موجودة الوسطة. وبالأساس أركز على التجربة اشتغلنا فيها لما كنت في مركز العلوم الخيال في جامعة أريزون سويتيني برسل. مرحباً، 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 مرحباً. إنه لما تتخيلوا البوكيمون أو اللي كان هدر فيكم بوكيمون، أول إيش أي بوكيمونات كنتوا تحبوا. وأي تجارب أو إذا بتخيل الطفل، إيش التجربة اللي بيعيشها الطفل لما يتفاعل مع عالم البوكيمونات؟ بغض النظر عن التجربة الاستهلاكية للمنتجات هذه المنكاسات هذه. وخلوا هذا السؤال أو الأجوبة لهذا السؤال للآخر معكم. تجربة التعلم موزعة وعبر أجيال مختلفة؟ من خلال إنه أعتمد على التجربة اللي عمناها بتجربة فرانكينشباين. السؤال اللي ما تروح قبل حول تصميم بيئة التعلم بطرف لعدة جوانب. أول إشي، أي تجربة إحنا بنتوجه لها لما بدنا نصمم التجربة؟ إيش التجربة من ناحية التصميم؟ النقطة الثانية إيش الوسائط اللي إحنا بنستخدمها لما بدنا نصمم تجربة التعلم؟ الثالثة، أي تفاعلات إحنا بنعملها أو بدنا إياها تصير في البيئة؟ هل بدنا نعزز تفاعل الناس حوالي الوسيط؟ أو تفاعل المستخدم أو الطفل بهاي الحالة مع الوسيط نفسه دونما إنه يكون تجربة تفاعلية بينه وبين الناس حواليه؟ نوعية السرد والمحتوى اللي إحنا بنعرضه للأطفال، هل هو محتوى استهلاكي؟ هل هو محتوى بعزز الخيال عند الأطفال؟ هل هو محتوى التوجه التربوي اللي إلنا؟ وهنا من ناحية التوجه التربوي القصد هو هل إحنا بنعتمد على توجهات تربوية اللي إلها إنعكاسات نقدية أو إلها أبعاد؟ خلينا نكون فيها عدالة وإنصاف للأطفال اللي مشاركين بمعنا، أي عالم الأطفال بيبنون لما هم بيتفاعلوا مع الوحتوى المعين، هل هو عالم اللي بخليهم يفكروا بديسيوتوبيا أو كل عالم اللي بخليهم يزدهروا ويبنوا عوالم من خلال تجربتهم التفاعلية والتعليمية؟ هل هي تجربة من ناحية أيضا من ناحية توجه تربة ومتعزز عند الأطفال؟ الحوار بين بعض والحوار بينهم بين المعلمين في بيئة التعلم، الحوار بينهم وبين أخوتهم، الحوار بينهم وبين أهليهم؟ فكمان هذا بلعب دور في نوعية عرض المحتوى وطريقتهم في العلم الترانس ميديا الترانس ميديا كمصطلح أو ظاهرة هو موجود من زمان، وفكرته هي عملية أن تجرب استهلاكنا للميديا بيصير عبر منصات مختلفة نظريا مهن جينكنز في 2006 كتب كتابه حول موضوعه، وعمل له حلم كل تقطير معيه، وشفوا أن التفاعلات العسردية مختلفة، تصبح بس من خلال قصة معينة، بس مثلا بكراوحة في كتاب، إنما تتوزع على وسائط متعددة، مثل التلفزيون، الراديو، إنما مثلا نموذج هناك، نموذج هناك، في عنا ألعاب تتبع هذي النموذج، وكمثال ثاني، كمثال ثاني عنا مثلا عالم هاري بوتر، جي كي رولينغ، اللي منه بس إنو مش عمليا سردية الكتاب هي مش بس الكتاب، بتوزعت على عوامل مختلفة فيه هنا عوالم لها السردية اللي اتطورت كمان لأفلام، ألعاب، مسلحيات، وحواليها صار مجموعات معجبين، مجموعات المعجبين هاي بشكل إبداعي، اتكرت وما زالت تبتكد لليوم قصص في حوالين هذي العالم، أدوات تقنية وأدوات تكنولوجية، ألعاب تركيبية، حتى في مساحات بكتقوا فيها، وفي مساحات للعالم البنى حوالين السردية هاي، كمان مرة أنا بأكد هنا طبعا أنا مش هون بتضحوه في فكرة عرض الاستخلاك والاقتدال لقصص معينة، بس بحكم هنا على التجربة أو تصميم تجربة حوال دناء العوالب، أو اللي صارت بهاي الأمثلة. الآن كدمج هونة بين حتى الفق يعني نشوف احنا شو بصير في هاي من خلال هاي العوالم، احنا منشوف عمليا في في استخدام الميديا اللي هي تشاركية، ناس مختلفين بتفاعلوا حوالين سردية معينة من خلال وصائط متعددة، في عنا هونة فرص للتعلم من خلال استخدام هاي الوسائط، ومن خلال التفاعلات اللي بتصير حواليها، لما بحكي عن إمكانيات تعلم بحكي عن من ناحية كراءة وكتابة تقنية، وكمان من ناحية مهارات وقراءات اجتماعية وسلوكية وحتى إدراكية اللي إلها انعكاسات أيضا على التطور في موضوع التنوير الرقمي للأطفال والغلافين. ومن هونة، الآن رحمنتكم تحديدا على فرانكنشتاين، في مركز العلم الخيال في جامعة أليزون ستات يونيبيرسيتي، كان عندنا هدف إنه بدنا نفعل الطلاب بموضوع اللي هو مش سهل الحديث عنه، لأجيال خلينا نكون للأطفال، وكمان للأهالي اللي هو الأخلاقيات في العلوم. يعني ساعد تيجي بشكل اللي هو مجرد تحكي عن هاي المفاهيم لأجيال صغيرة. فاتخذنا على فكرة الترانسميديا أو هاي التجربة أو خلينا نكون النماذج اللي موجودة من عالم الميديا، زي مثلا البوكيمون والستار وورز وإلى آخره، وحاولنا نصمم تجربة شبيهة بخلينا نكون على صعيد أقل طبعا ضخامة، بسبب طبعا إنه إحنا مش هدفنا هو الهدف الاستهلاكي للتدربة، واعتمدنا على قصة فرانكنشتاين وحتى ندخل هاي المفاهيم، وبالأساس نسأل أسئلة حاول نفعل الطلاب والمعلومين والأهالي بأسئلة حاول أخلاقيات العلوم. الأسئلة اللي طرحناها كانت شو يعني إنه العالم أو العالمة يخرجوا ويبدعوا فيهم المختبر، وشو مسؤوليتهم وقت ما ينتجوا هاي الإبتكارات العلمية؟ اعتمدنا على قصة ماري شيرل، اللي هي قصة فرانكنشتاين، اللي بالمختصر بتحكي قصة عالم اسمه فيكتور بيبتكر مخلوق اسمه فرانكنشتاين، اللي المخلوق بيصير وحش عملياً، وبشي مرحلة فيكتور زي بتنصل من المسؤولية تجاه المخلوق اللي خلقه. إحنا بناءً على هاي السردية عملنا فعاليات يدوية، أنتجنا محتوى اللي هو سلسلة عشر حركات مسلسل حول الموضوع، كمان لعبة اللي الطلاب بلعبوها بوقتهن أو بالصاف أو مع أهليهن. زي ما حكي واسيم بالبداية عن فكرة إنه لما إحنا نجي نصمم هاي الأدوات، الفكرة هي مش بس إنه أجي بس أعرض للطلاب المحتوى الميليم، الفكرة فيه هنا تجربة معينة اللي دمجات اللي حس العامل اليدوي في خلال بناء تجربة البناء حول هذا الثيم، حول ثيم إثيكس أو الأخلاقيات في العلوم، اللي من خلالها الطلاب تعرفوا على مفهوم الأخلاقيات ومسؤوليته العلماء والعالمات في البناء، وتفعلوا مع هاي الأدوات في مساحات مختلفة، في الصاف، في معارض كل نعامها، في متاحف مختلفة كمان، فهون عالياً اتعدت التجربة من إنها تكون تفاعل مباشر مع التكنولوجيا، وصار التجربة بصير حديث حواليها، وميكوشات حواليها، وحوارات حواليها. هاي التفاعلات زي ما حكيت أتاحت كمان الإمكانيات إنه مصير حتى فعاليات ثانية، مش بس عندنا في المختبر كان في فعاليات مع الناس حواليه، ونقاشات مسرحية، وإلى آخرين يحاول موضوع الأخلاقيات، بالإعتماد أيضاً على ثيمة هاي، اللي هي ثيمة فرانكي مشتاة. وأخيراً، نقطة التجربة بتصميم اللغة كانت عملياً فعاليات، اللي هي مش بس حتى مشاهدة في فعاليات اللي بتعتمد على الكراعة، في فعاليات اللي بتعتمد مثلاً على محادثة معلوبات، فعملياً للأطفال كان عندهم إمكانية تفاعلات مختلفة، نوعية تفاعلات مختلفة حواليه في اللعبة نفسها، مشاهدة، كتابة، تفكير وتخيل، بالإضافة لذلك خلال الصف كان فيه نقاشات تصير، يعني مش بس الأطفال كانوا بس يلعبوا في اللعبة، كانوا كمان يتناقشوا بناتهن على المحتوى اللي يصير في اللعبة نفسها. أهم من الأشياء اللي خلينا نكون من ناحية التصميم اللي ركزنا عليها كانت ربط كل الفعاليات من الثيم السردية فرانكنشتاين، النقطة الثانية كانت إنه نوعنا التفاعل، يعني نكنش مع تفاعل واحد وتفاعل اللي هو باسف، سلبي، كان فيه تفاعل اللي هو عملياً تفاعل بين الناس، تفاعل بين المستح بين الأطفال والوسيط، سواء الوسيط كان اللعب نفسها، أو الفعاليات اليدوية كالتكنولوجيا، تفاعلات بين الناس الأهالي اللي كانوا يتناقشوا مع أطفال حوالين هاي الألعاب لما كانوا يجوا على المعاهد، تفاعلات حتى على سعيد أكبر لما كانت التجربة ككل تجيب ناس على الجامعة يتناقشوا حوالين هذا الموضوع الترح معه، فكان فرص التفاعل حول هذا الموضوع من جوانب مختلفة، كان فيه مساحة طبعاً للإبداع والفنون، بحيث أنه كل طفل تقريباً كان يشدر على أنه يعمل فعالية معينة، وبقدر يروحها على البيت، وكمان هاي الفعاليات كانت تشمل نقاشات اللي ممكن هم يفكروا فيها مع أهليهم، فعملياً بهيك حال إحنا مش بس منوخد الفعالي كتدربة في الصف، إنهما الفعالي بتستغمار لبر الصف لتشمل تفاعلاتنا الإخوة أو الأهل. حسناً، وكمان في جانب، إنه كمان الثيمة نفسها ظهرت كمان في التواصل البصري، فكان يظهر الثيمات من القصة نفسها بصرياً، سواء في الفعاليات اليدوية أو في اللعبة نفسها، أو في، بل نخليناكم المعارض أو في الفيديوهات اللي نعمل في المسلسل من خلاله. حسناً، لزهر الثيمة، بلزيط أن allegations بالأفرارة والصدرح المؤكد في القصة من ناحية التصميم، التوجه من ناحية التصميم كمصممين تربويين وكما التفاعل من كبار الطلاب والمعلمين والأهل شمل عدة جوانب البعد المحتوى المحتوى حول الأخلاق في العنوث المحتوى حول اللقاشات تحول ما يعني مسؤولية في العمل العلمي ما يعني مسؤولية في الابتكار العلمي معلومات حول العلوم التي استهلكها الطلاب بين الأقواس من ناحية الهدوى كانت فيه سيرورة معينة من خلالها تعرف الطلاب على طرق بنافع عاليات يدوية مختلفة أيضا تطوير مهارات الحوار بالنقاش البعد الثاني كان في التجربة هو تصميم التكنولوجيا نفسها التكنولوجيا نفسها كانت حسب رأيي كتكنية هي الجانب الأكل الأهمية في كل التصميم يعني كان فيه اللعبة وكان فيه الفيديوهات اللي أنتجناها في المسلسل اللي كان ولكنه كان هاي التفاعل يصير حوالي حوالين هاي الأدوات التكنولوجية من ناحية تجربة مستخدم للتكنولوجيا والبعد الثالث اللي حسب رأيي كان إنو أهمية كبيرة هو بعض السياق لما بحكي عن بعض السياق هوا التفاعلات صارت بأي حيز مع مين؟ مين شارك فيها من أهالي لطلاب والأطفال نحن نحن نشوف شبكين مختلفين فيها التفاعلات موش يصير بس بمعنسة بعين بصير التكنولوجيا بصير فلمحيد بصير من خلال السعيدية بصير من خلال اللعبة بصير من خلال التفاعلات المعنسة بصير حسنا كمان بنرجع للبوكيمون لما نتذكر البوكيمون عمليا فكرة البوكيمون هي مش بس في عنا كفة عاش بكارتشو هناك تجربة تفاعلية هنا التي تدمج بين عناصر مختلفة، هناك عنصر العناصر البصرية، الشخصيات التي تكون القصة، هناك القصة نفسها، لكن هناك تفاعلات ثانية التي الناس أخذت هذه النعبة وتفاعلت فيها من هذه القصة أو المسلسل، وتفاعلت معها بشكل آخر، من ألعاب، من بطاقات، من التفاعلات التي تصبح بين الأطفال لما يصبح لديهم تنافسات على تبديل بطاقات بناتهم، أو نقاشات حول هذه البطاقات. أنا أتكلم هنا، لماذا هذه المهمة للتعليم؟ جيمس جين وإليزابيه جين، باحثين في عروب التعلم والقراءة والكتابة، يتدعون أن هذه التجارب صحيح أنها ليست متركزة على تعليم المدرسة، لكن تستطيع مهارات التي لا تستطيع تعود عنها، يعني إذا نحن نظر على تطاقة من هذه النوع، تخيلكم، يعني المهارات القراءة التي يمكن تصبح من خلالها، هي ليست فقط أن يقرأ الطالب أو الطفل الإنجليز الذي موجود أو النص الذي موجود، لكن أيضا هناك جوانب بصرية تقرأ، هناك تخيلات تحدث. بدي أختم بس هون بسؤال، إلنا يعني كمجموعة، إنه كيفين نقدر نأخذ هيك تجربة اللي هي فيها مركبات كبيرة، وإنتاج ضخم لصعيد محلي، وهل فعلا إحنا في الوسائط اللي هي متاحة اليوم، عنا كدرة على مثل هذا الإنتاج، عندي جواب لهذا الإشي، وإذا بعتمد على طبعا كجربتي في فرنكي مشتاين، بقدر أقول إنه واحدة من الشغلات اللي ممكن نعتبد عليها هي فعلا التركيز، يعني إنه نبدأ يعني نعمل هاي النقلة من التركيز على شو نوعية التكنولوجيا اللي بتصير إحنا نتفاعل معها، لشو القيم التربوية والحوارية اللي إحنا بدنا نستخدم التكنولوجيا لنعمل تفاعل التفاعلات اللي إحنا بدنا نعملها، ومن حتى أبسط أكثر وأكثر، يعني نبدأ أبسط تجوبة فرنكي مشتاين، بقدر أقول إنه إحنا دمجنا عمليا بين العامل اليدوي، العامل التكنولوجيا من خلال اللعبة والمسلسل، والعامل اللي هو عامل السردية، إنه صممنا كل هاي التفاعلات من خلال سردية محددة. آخر إشي بدي أحكيه أنا هنا إنه، ومتعلق في إيش واسيم حكي عن الزخم في التكنيات، أنا برأيي يعني نقدر إحنا اليوم هاي التكنيات نستخدمها حتى لتعزيز التخيل والخيائد للأطفال، بشكل طبعا خلان كو الحذر، لعدة أسباب منها إنه الزخم هذا فيه نوعا مع استهلاك بعين، بشكل بخليش كراعة السور اللي إحنا منشوفها ومننتجها فيه تفكير نقدي تجاه، مين إحنا منشوف؟ البصريات اللي إحنا منشوفها، الجماليات اللي إحنا منشوفها، وبقتم بقول إنه هذون سورتين عبور ملتن على تطبيق AI. شكرا، 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 شكرا مع قضايا للهواد، ولكن بجزء ما اللي أعرزته أنه فيه قضايا هيك تقاطعية، بما بين فلغة العلاقة الإنسان والمخيلة والأداع والإبداع والابتكار، ودور التكنولوجيا في حياة المشر، والصورة الآخرة فعشان لذلك أنا لا أتعامل مداخلة أخرى، أفعل ألخص شيء، لكن أنه نفوت في الحوار، عشان لا يكون شكرا مدي سلطة المنصة حاضرة، لما أبدأ سلطة المنصة حاضرة يعني أن لها فى الحوار، فنبدأ مع مين؟ وتفضل وإذا في لحدة محدد السؤال وإذا من الكل لمن تقدر شكراً لك عبدالأسفين صحفي وكاتب وصالب التوى بصري لدى منظمة اليوميس الهولنية أول شي شكراً لكم شكراً وسيء شكراً بريش أني استفدت منكم ولأني استفدت منكم حابة أفكر معاكم بصوت عالي رح أطرح ثلاث قضايا كل قضية تخص كل مداخلة التي قدمتها المداخلة الأولى أو النقطة الأولى بصراحة وسيء تطرح قضايا مشكالية كثير منهم وعميقة تتعلق بقلق الإنسان في عصر التكنولوجيا وما بعد التكنولوجيا الإنسان أصبح عبد لهذه التكنولوجيا التكنولوجيا هي سرقت بصراحة وسائل التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي سرقت أحلام يعني طفولة أطفالنا سربتهم أحلامهم الصغيرة ووضعت بدل من ذلك أحلام اختلاطية بعرف أن التساؤلات التي قدمتها والنقاط الأربعة هي الفضايا المشكالية ومش أطلوب منك أنك تطرح ملعا لكن بفكر معاك وبطرح تساؤل يعني ألا تعتقد أن تكرار الصورة وتدفق صورة الشهداء والاعتقالات في ظل الاحتلال الإسرائيلي يحدث حالة من التطبيع أو دعني أسميها حالة القبول بما هو واقع أنا أطرح هذا التساؤل لأنني أنا قادم من مخيم الجرموج وقل لي أنكم تعرفوا ماذا حصل في سوريا نحن تطبعنا مع مناظر الدم والقتل التي كانت تحدث في سوريا سأحاول أن أفكر معاكم بصوت عالي ما هي عكاسات الصورة التي تحدثها الاحتلال الإسرائيلي على الطفل الفلسطيني يترى موجود بالحالة الفلسطينية أمراض نفسية لدى الأطفال على نمط الأمراض النفسية التي اكتشفناها في منثالة جديدة في القردان الأوروبية أو غير زالت بالنسبة للأطفال النقطة الثانية تتعلق بلوسي طرحته أنه طرح جميل فيما يتعلق تطبي الشعر أن يكون مدخل للتغيير في سوركيات الأطفال لكن من نوجه المزيد قد أجد أن هذا الطرح قد يبنو خياليا وغير منطقي وواقعي لأنه إذا كل واحد فينا سأل طفله كم ساعة تقضي أمام مع التكتوك أو غيرا من وسائل التواصل الاجتماعي وإذا أريدك أيضا أقول إذا دخل على أعدادات الهاتف تبعوا بشوف باليوم أكم ساعة قدر مع وسائل التواصل الاجتماعي مقابل كم ساعة قرأ أو كم دقيقة قرأ بكتاب سواء كان شعر أو ضيطي أو تسميها ما شاء تابعوا إساعد أريش أريش أنت تعرفة أن هناك مقولة فلسفية إنه اليدين بمعنى ما خلقوا الإنسان وهن اللي يطوروا الإنسان لولا ما إنه يدين بلخاصية التواصل الإلهان مع الخنصة وهن اللي خلقوا الإلهان الخاصية وطوروا عقل الإنسان بشكل أو بآخر سؤالي ما بتعطي إنه العودة إلى الأساليب التقليدية مهم بتطوير وعي الأطفال وسبوكهم بمعنى إنه ليش دائماً متنسكين في مسألة التكنولوجيا ما مش قادر أفهم أنا ليش دائماً متنسكين بهذا الشيء بتعتدي أيضاً التجارب اللي قدمها أو تجربة فرانكشتاين قابلة للتطبيق بالحال الفلسطيني إنتي موجودة الآن بفلسطين في خاصية معينة يعني يمكن تبيئة التجارب اللي درسيها برد بالحال الفلسطينية شكراً للكمؤسف جديدة شكراً شكراً جزيلاً شكراً لكي نسمع كمان مداخلية وبعدها نعمل هيكي وبعدها نرجع على مداخلات أخرى دكترتنا ترد ليكي شكراً على هذه المدوة يعني على هذه الاستفزازات اللي متعودينها من نواسية وكملتها قريج أنا سؤالي أو بالأحرع تصحيح صغير بعنوان الورقة لما نحكي تجارب من السرد القصصي من خلال الترانس ميديا يعني تركب أحسن لما نحكي تجربة السرد القصصي عبر المنصات المتعددة عشان نكون عربي كابل يعني هذا الكمبينيشن مش كثير بفاهم الواحد إنه عن شو رح تحكي بس رجعت لنفس القصة لما بنعمل إحنا نستراتشف ديزاين بأي شكل بيكون التربوي موجود وهذا اللي حكيه وسيم وبجامب التقني يعني أفكار التربوي مع أفكار التقني بخرج إشي لكن إنت نحنا تجاهلنا السؤال الأصلي وهذا أشار الواسيم لما حكي إحنا خطابنا اللي بنعطينا لزار لما اخترتوا هذا العمل إنتي افترضت شنوع البكمون أو شنوع هاي القصة خلينا نشتغل عليها وهونا صادرنا أول حق للطفل بالاختيار هل أنا عرضت عليه هالأربع خيارات وكلكم مين حابت نشتغلها ولا أنا حطيت شو أنا بدي هل الأكثر شنوعا هو الأكثر إفادة؟ أحيانا أعمال مطمورة بتكون كثير أفضل من الأعمال الشائعة بس لأنها حكم إنها شاعة الشيء الثاني يعني أنا حسيته كله زي مصرحية متخيرة أكثر منها واكرا حقوقي ليش؟ لأنه مش كل طفل لما بيحضر هاي الأشياء كتجربة يعني كأنها تجربة عشان أطلع بنتائج زي نتائج جاهزة إنه التكنولوجيا بها تفيد وطبعا التكنولوجيا إحنا بنعرف التسلسل ما بين الورقي للرقمي للرقمنة كل هاي الأمور ممكن تفيد لكن إنه هل كل الأهل رح يناقشوا بها المساحات المتعددة؟ كم السرد اللي رح يكون في بعد هذا العمل؟ كم نسبة البصر إلى التأمل؟ كل هاي الأشياء التي تتلزلي على جنب الشغل يعني أخلاقية لسه أكثر من التقنية اللي عملت فيها الشغل السؤال الثالي اللي أرسيمه كما نستفزنا بنا نستفزهم يعني هل طريقة نقل المعرفة؟ سواء كانت طريقة تقليدية أو طريقة كما أشارت لوسي نتعلم الشعب والخياني أو الطريقة التقنية كل هاي الأمور التربوية أو الصورة اللي بدها تنظر للطفل هل أنا كاختياري لهذه الصورة هو الذي يحدد القوائل والجاهز اللي بدينش عليها هذا الجيل؟ أم أنا ترك حبلية الاختيار أو الدراسات التي دائما تتجه إلى فوائل التكنولوجيا وفوائل التكنولوجيا ولما إجت الكورونا والقين حالنا حبيسين البيوت وأمام هذه الأجهزة حولتنا من كان بزماننا إحنا من لوح صماء وأشخاص أبكياء كلبة الصورة إلى ألواح دكية وأشخاص أبكياء يعني هذا السؤال شكرا جزيلا أنا أنا نجري أن نتحاور بهالموضوعين أو الضبايا التي تنتظرها على الآن ونبدأ بقليش في النقدتين إذا بتحكي عنهم واحد الغازة من ثقسين. وهي اول مرة بعرض عن هذا الموضوع في العربي. كان عندي كجنوفه كبير خاصة كمان ما ما ساواش من كليكر بس تمام وصلت الفكرة. اكون اليوم بال محاضرة اركزت ازياد على الجانب العام اخذت اشي عام للتصميم نفسه وكل الأشياء الأساسية اللي بالتوجه نفسه بس ما ركزتش عن السيارة اللي ذكرتها وكمان ما ركزتش وما عملتش أفضلية إنه تكنولوجيا أفضل من الحوار ولا الحوار أفضل من التكنولوجيا ما فيش مجال الحكم الوقت ما عنديش أنا يعني ما يعني صح عرضت الإشي بشكل عام بس أنا هون بحكي عن تصميم اللي صار عليه سيرورة خمس سنين تصميم تشمل دراسات مع الأطفال نفسهم يعني كلنا قبل ما نفترض إنه رحينش كل هاي عملنا التجارب اللي هي على سعيد أصغر بنفس الوقت أنا بوافق مية في مية مع أهمية النقطة اللي تراحتيها حول إشراك الأطفال في التصميم في مراحل أولية وخاصة حول إهتماماتهم حول إهتمام أي نوعية قصص بحبه أي نوعية سرديات بحبه أي نوعية حتى أشياء خيالية يعني ممكن سردياتهم ببتكروها فاتني يعني رحكي إيش نحن حكيت على الإي آي آخر سلايد تخطب يعني كان مفروض تدحكي أنا ممكن استثمار هيك أبليكيشن بإنه يعني طفل مثلا يجي يبتكر سردية معينة والنتيجة تصير حسب سردية الطفل نفسه فهي كمثال لإشراك الأطفال بس كان مدة التصميم الثاني اللي اشتغلنا عليه مش دلات في هذا المشروع فمشروع ثاني كان لما صممنا منهاج حول الذكاء الصناعي بلشنا من اهتمامات الأطفال بضواهر بيشوفوها في الحياة اليومية واختار الألعاب وقتها كمشروع بدهم يطوره ومنهاجهم المنهاج حوله وشاركنا بعدهم في التصميم للمنهاج مع أطفال فبترح هينكتل حتى أعطينا فيه إمكانية لإشراك الأطفال بمناحة مختلفة خلال تجربة تجارب التصميم والتصميم نفسهم من ناحية نتائج الباحث نفسه وكمان مرة أنا كون الجمهور اليوم مش باحثين أو افترضت أنا إنه مش باحثين في مجال علوم التعلم أو التربية إنه أنا أزيد بصناعة المحتوى ركزت أزيد على الصناعة نفسها عشان ما تنسيش فعندك سؤالين هاس السؤال الثاني بالنسبة لموضوع بس تترك له يعني كمان مش لأنه بعدني مش عاملة أنا أعملت أنا باحثين صغير مع أطفال فلسطينية في الداخل وكان سياق مختلف وكان بالأدوات اليدوية كمان بس ما كنتان رح أحكيهم أول إشي كان تترك لنقطة ذكرة حول التصميم كثير إحنا نطلع على الأطفال إنهم معرضين للأذى وهاي صحيح في جانب منه نفس الوقت ننسى كمية الإداء وقدراتهم على كمان إنه يكونوا فعالين معنا في سيرورة التفكير وسيرورة التصميم أنا بفكر الواحدة من الجواند اللي ممكن إحنا ندخلها في كمية المحتوى العنيف اللي بيستهل كل الأطفال هي جانب كيف نقرأ نقدياً الميديا والتكنولوجيا وهونا برجى على نقطة إنه القراءة والكتابة هي أبعد مما تكون القراءة التكنية للنصوص هلون التقطاع تقدمي أن تجربة قابلة لتطبير في فلسطين؟ أنا حسب دقي إنه طبعاً مش في الإنتاج الضخم اللي صار بس فيه إمكانيات يعني ما لان فيه إمكانيات لإنتاج عوالم إبداعي يعني هاي النوع لتدمج بين الفعاليات مختلفة هاي واحد في أخرى نقطة لدي أحكيها طيب ننرجى على لوسي على كيف ننزل من خيال الشعر إلى واقع التكنولوجيا على الأرض ترجمة 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 نانسي قنقر 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 هذا لن يتحول لخبرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر